اشتركوا في القناة وكنا روحوا دي كومبيتيسيون ناسيونالي وانترنسيونالي نذكر منها رحنا لطوكيور رحنا لسنغافورة رحنا للكوريا الجنوبية الفيلاندا ونحققنا يعني مراتب مشرفة تيكمولوجيا هي شركة ناشية اللي تأسد في جنوبيل 2021 عنا طروازات نخدم عليهم عنا كونسيبشون ديفلوتمون صوفتي هار في تسكي هار دعنا دي كيت إدوكاتيف الموبوت كما لنا نشوفه هنا الموبوت هذا سيكون دي كيت لانسينا الان الان هدايا لديل الناس اللي حابين يتعلمون الروبوتيك وليمعنهم شي مكتسبة قبلية في المجال يعني في فتقافة المباراة أنا لما يعني نقول الشباب يخرجون لازون تكون فورتحهم يعني إحنا دايما الشباب يكون في ينزون يكون آلاج كذا بيان ما يحبش يغامر ما يحبش يسي حاجة جديدة أنا واش نصحهم لازم يخرجون لازون هدية وين يسي حاجة جديدة يصدم يتكلل عربي وكما قولون ما كاش لتعب ومانالش عدنا إليكم مجدداً مشاهدين وضيفنا اليوم الأستاذ مراد قريب المهندس في الشبكات والاتصالات محبا بك مراد أهلاً علاءً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً مراد ممكن تجربة كثيرة قمت بها على المستوى الجامعة على المستوى المؤسسات الناشئة على المستوى القطاع التكنولوجي بصفة عامة في الجزائر نبدأ ممكن من تجربتك الدراسية وش خلات فيك الجامعة كخلفية تعليمية نعم المصالة الجامعية كانت في جامعة هواري بومدين باب زوار وين برميراني كونت أستي ومعادة خير سبيشاليتي تليكم ومعادة رحفت في المستوى ريزوية تليكم سبيشاليتي هدية فتحت لي بزاف بيباناً علاش تقيس الإلكترونيك والإنفروماتيك في نفس الوقت من السنة الثانية في الجامعة انخارطت في النوادي العلمية اللي فتحت لنا بزاف بيبان كسس وفكوتي فورماسي وين كنا نتفورما عندهم وين كنا نشاركوا في مسابقات معهم ومعدا قلت كما قلت لك هدي في السنة الثانية جامعية ومعدا تلحق تلحق سرتاني في وين تقولي انت فورماتر تقولي انت تفورمي انت تمد وش مددولك اللي قبلك يعني انت في السنوات أولى تعلج جامعة كنت مركز على التدريب تدريب تتعلم بسلت الماستر قلت لازم تبارتاج الانفرماسية تقولي انت تعلم يجيوك عبادة لازم تتفورميهم خبية وهذه الإكسبرينيونس وش أثرت يعني كفشرك تشوف الأثر عند الطلبة الأخرين لما يكون شاب كما هما لكن يقريهم جوستمو سيبالك من هذا الباب للمعلومات الحق علاش نجوفه بزاف دركة في الجامعات من طالب مايفهمش في الكور مايفهمش عند الأستاذ صحيح لو كان يروح عنده واحد سحبه في المهم لانغاز ولا المهم نفس المستوى نفس المستوى نفس يعني نهضره في المهم لانغردان نفس توجه يعني نقدر نفهمه بعض مهم جدا طبعا انت في الجامعة درت مجموعة من نشاطات لو نتكلم على أبرز نشاطات تشتغلت عليها لأنه الشباب الجامعي تلقى قارة عمرية حيقولك سعاش نوادي مكانش سعاش ما عندوش ديمة ثقة دائمة صحيح نحن في النوادي العلمية يعني فتحتنا باب كبير خاصة بالنسبة للمسابقات رحنا حتى وين رحنا شاركنا في توكيو في سمغافورة في كوريا الجنوبية في فيلندة رحنا شاركنا حتى في تونس والمروك وين كانوا مسابقات علمية اللي كانوا يبعتون نادي زيان فيتاصون للنادي وحنا كنا رحوا نشاركو يعني حكيت لي ممكن على المسابقات وحكيت لي قصة طريفة قبل أن دخلوا البلاط وقلت لي أنه في توكيو رحتوا من درهم كومو كان يعني سوفيتوا بزيف نعم يعني الإكشبريونس اللي أولى كامل كان في توكيو في 2019 توكيو وين حوصنا على دي سبونسور وين ما ما قبلوناش ومشي ما قبلوناش يعني ما حشي قدري أمن بيك يقول لك أنت علاش ندير فيه كونفيونس ونمدلك نخلص لك ليبيي ولا بيش تروح تشارك في الكمبيتيسيون هادوما يعني احنا يا أنا ولي كنا اللي رحنا للتوكيو الفريق تاعي رحنا بال إمكانيات الخاصة إمكانياتنا الخاصة يعني نحتوي حتى المكلة ديتها منتزايرة دينا كنا طيب والتم بجيرتها والله دينا معنا المكلة كنا طيب والتم كانت إكسبريونس مليحة بزاف كانت تحدي كبير يعني تحدي كبير وإكسبريونس بزاف مليحة يعني منها اللي فتحتنا بيبن يعني ما مور الكمبيتيسيون هادوك تاع توكيو اللي ولي نروحوا نهضروا معالي سبونسور يعني كي يشوفوا وش درنا في توكيو يقول لك نسمع نسبونسوريزيك ونعاونك باش تمثلني ما تدير اللوغو تاعي ولا تدلي في بيبن سيتي ونك رايح تشارك وممكن هذا رسالة لكل شباب أنه الإنسان ما يتوقفش لما ما تكونش كنا الموارد أنا نحبس وما عنديش وما انقدرش ندير أو مراد وفريق ونموذج لأنه ضحه وخسر ووصل مراد نحكيوه لآن على بعد ما خرجت من الجامعة أما مسوق عمل شباب ممكن قعره وقلك ما عدناش خدمة ما كانش مبادرات ما كانش شكذا ثم وش درته الآن خرجت من سوق العمل نحن خرجنا من الجامعة نعم خرجنا من الجامعة في سبتمبر 2020 مرها يعني مرما خرجنا الشباب كامل يخمم يقول لك نوجد لي سيفي نروح نحط في الشركات رح نحط نحن ما كانش عنا المنظور هذا يعني ما اكتبش عليك كان عنا منظور لحنا ننصي الشركة النشيئة تعنا ننصي الشركة النشيئة تعنا يعني الشركة النشيئة هي اللي بديتوا بيها أول بداية نعم نحن نحن كما قلت لك ننصينا شركة تعنا شركة تعنا شركة تعنا الفكرة جات من أبريل كمبيتيسيو هذو قاليا رحنا شاركنا فيهم يعني شغل باركور هذا كامل بعدها تروح تخدم في شركة موظف ما كانتش هدية نظرة تعنا جستيما نظرة تعنا كانت سيكون ننصي وحنا البيزنس تعنا ننصي وحنا البروجيت تعنا على شركة تعنا كانوا عندنا مشاريع مقبل كانوا عندنا أفكار يعني المجموعة علينا فاللانسات تيكمولوجي نشتركه كامل في نفس الفكرة يعني في نفس المنطلق اللي بدينا منه تيكمولوجي هي الشركة ناشئة نعم تيكمولوجي هي شركة ناشئة اللي تأسد في جنفيا 2021 من مجموعة من طلبة متخرجين من الجامعة هواري بومدين يعني كل واحد تخصص تعه شبكة اتصالات إلكترونيجيسيان سريمونتيست يعني كل واحد تخصص تعه ونخدمه على التروازاكس أنا التروازاك تاكتي فيتين نخدم عليهم يعني تاتم نحاور كبراني نحاور نخدم عليهم نعم لأولا ناسين عنا دي تدورة تدريبية اللي نديروهم في المجال الروبوتيك في الايوتي في الديفلوبمون ويب عنا المجال الثاني المحور الثاني كونسيبسيون الديفلوبمون صوفتي هار دونك في الصوف نخدم توسكي أبليكاسيون توسكي سيت ويب توسكي روجيسيال تاني في كونسي هار عنا كلكو بروديو كما الموبوت الموبوت اللي هو سينيو سيري دوكيت الروبوتيك اللي موجه للمبتدئين في المجال نعم في المجال الروبوتيك قدام ممكن تكلمت على الموبوت وهذا الاختراع تعكم ممكن الأخ الصديق التقني يعطينا ممكن أحد الاختراعات يشتغلت عليها وراكم تسوقوا فيها الآن للسوق الجزائرية ومن خلالها أيضا نشوفوا أهم الإنجازات اللي راهي في الميدان طبعا هذا أحد الروبوتات اللي اشتغلت عليها وفي حقيبة نعم في حقيبة يعني لكيت هذا كما قلت لك موبوت سينيو سيري دوكيت هذا سي الأن الآن هذا موجه للأطفال والمبتدئين في المجال يعني هذا واحد يقدر يخدمه ما يكون عنده حتى برياريو كيمقبل على الروبوتيك وعلى الضمان هذا معدوش خالفية تماما يعني وين يلقى البوات هادية يلقى كامل الكمبوزن للداخل تعالوا اللي بش يخدم الروبو يلقى تاني أدوات كامل اللي احتاجها أدوات كامل الموتر الكابتر اليرول الشاسي كلش يلقى تاني الكود كوير هادية وين كيس كانه يده لي ينبليش لفيديو سينيوان فرمسيون باطل يحنا درناها ديسبوني بالمتوفرة بأربع لغات العربية الفرنسية الإنجليزية وزدناها يصموه بالقبائلية لغة الأمازيغية على شخص كان لدينا احتمام كبير في المنطقة تيجيب الزو كما قلت لك في الفرنسية رح يفهم البرنسي دو فونسي موتا شاكم بوزن يعني ماشي ماشي هذا ماشي انكيت باش يركبو بورك ولا باش يركبو يحطوه ويخليها كوتي يعني حيفهم كيف شو يخدم يفهم كيف ش الموتر يخدم يفهم كيف شو يخدم البرمجات البرمجات يعني كما قلت لك هذا اللي بري بروغرامي لكار تيلتروني نحن عدرناها اللي بري بروغرامي وين الموتا علم ماشي حقش بروغرامي هذا الان وين وعنكم رح ينطوروا وكين جس مو عنا لود موبو اللي يراه هو جد التوقع ان شاء الله حيكون على شهر ان شاء الله هذا كلي بروغرامابل وبرغرامابل دو فاصم وين تقدر البرغرامبه بسكراش الواحد لي معروش لعبرغرامابل وتقدر البرغرامبه بلونغالسي يعني كين لغات برمجة خاصة باش بروغرامبه الروبو هادا الروبو كما هذا الأول هذا يعني سيفور دولين يعني عنده دولين يتباح عبرك الرو دول هادا عنده فيه فضاءات كين فضاءات أكبر ويعني كم أخطلك هادا سينو سيري كين نقاد وكين في المستقبل شاء الله هادا بإذن الله نتمنى أنه نشوفه مختلف تطورات لها هتكون لكن كيف شرام يشوفوا الأولياء الأسر للفكرة أنه كين لقلك هذي لعبة كيف تسوقوا لهم الفكرة في حد ذاتها نحن وكان نشوف في المجتمع الجزائري باش دخلنا له العقلية هذي تعيش عفصة إيديوكاتيف وإيديوكاتيف ولوليدو كانت صعيبة شوية علينا خاصة درك الأولي يعني تبدل نظرتنا حين تبدل لخش دوك كنت روح للبيت يعني بارميلي ثلاغ لقالنا بالروبو هذي قربني بمولادي باش كالأقل ندخل العشية نلقى كل واحد في تليفون كامل يلعب قال لك هذا صح يقعد يتلجي تليفون يشوف الفيديو هذي يركب الروبو بصحف جو عائلي وينلم العائلة ثقافة التكنولوجية تكون أكبر أكيد يعني كما أخذت لك ثاني نحن بارميلي بيت تعليكي هذي سنفتح المجال للأطفال ولا المبتدئين تاني واحد نهضر على روح الزعم أنا باش ندخل الضمان تعال روبوتي لحتل حق الجامعة يعني ما كانش يقدر يتوشي لضمان هدايا ولا يقدر يشوف الضمان هدايا بالضبط يعني هو في سن مبكر يقدر يشتغل عليه سن مبكر يقدر يشارك ويقدر يسييه يعني كما قلو ماشي لازم يكون فيه مو يسييه باش يعرف وشي خير بارمير المباشا كل يوم يصير ودرك الجامع اللي يكملو يكمل ما عمله وشي راح يدير بالضبط ممكن أنت تكلمت على الروبوتيك تكلمت على التكنولوجيا المتقدمة الآن مدام أنه مربوطة بالمؤسسة الناشية كما قلت لقبيل قبل أن نكون في الحس قلت أنه أصبحت موضة لي وجعوا راسه كما نقول يروح يدير مؤسسة الناشية يعني صح كما قلت لك شكرا لزيلة لك نعم شباب يعني نشجعهم نحنا بش يديروا مؤسسة الناشية نعم وننصحوهم بشي هدايا شرتو إذا كان عنده عنده حل مشكل معين باين يعني وإن وإن واحد ما داره مقبله ولا ينشر يقدر يدير لي ستارتاب صح بصح كما نقول دركة ولات 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 تعي يكمل يقول لك أنا ندير شركة مؤسسة الناشية وما نخدمش من ثمانية ربعة بصح لازم يكون على بالو بلي في مؤسسة الناشية أو لكي لو ساعة تخدم ماشي من ثمانية ربعة تخدم من ثمانية ثمانية ربعة وشين ساعة ويا ربي يعني فهذه يعني التحديات ما يشوفوهاش هما في البداية انتم على مستوىك شخصي وش تقدر تقول للشباب اللي يراه حاب يبدأ في مشاريع ناشئة النصحة اللي يقدرون وجهوها للشباب يعني لازم يعرف الصعوبات اللي كانين ما لازم نقوله مستحيل صح صعيبة صح ماشي مستحيل ماشي فيها تحدي كبير ويعني تتعب وكما قلو لي تعب ينال يعني تتعب برك يعني وقلت لك سيرتو كين تلتة أمور اللي لازم تكون لوحدي حين لنصي مؤسس انا الشيء او لنصي البروجيت لازم هو الفكرة يعني هي الحاجة اللولى لكي بتاعه الاستمرارية يعني تيمورك أمر ضروري أمر ضروري أكيد أمر ضروري يعني كي يكون عندك فريق متكامل وفريق يعني مرارية نعم أنت تكلمت الآن على تحديات الفكرة لو نتكلموا عن التحديات الميدانية يعني ساعاتش نشوفه مثلا يقول لك عندك علامة المؤسسة الناشئة لكن لما تروح للهيئات الرسمية الهيئات الإدارية بعض الهيئات الخاصة تقفي تحديات موش هي الدعوة تاك أنت الآن للمؤسسات هذه باش تدلل الصعاب على الأصحاب مشاريع بالنسبة لعلامة دوكولة باش تجيب العلامات على الستارتوب يعني كل شنو يريزي ما كاشل بابراس هذيك ولا لازم توجد ورق تروح تدفع تخل سيتواب تحط لبابي تاوك ويحي عاو يردون لك سما يشوفوا الفكرة تاعك يتراين كوميسيون وين يشوفوا الفكرة تاعك يشوفوا البروجيت تاعك ويردون لك سما إذا كان المنتوج تاعك تتوالم تتوالم باش يعطولها على ما شركتنا شيئة ولا ما تتوالمش ترابور لك الميدان كيم أقول لي كايين صعوبة تعملك على على بنا كايين فجوة كايين فجوة كايين فجوة بين القوانين اللي هي تخرج وبين تنفيذ تحالي في اللي جانس بيك سيوم ولا في الميدان وحذا الشي نتمنى وندعو كل المؤسسات دولة ومؤسسات طبعا الحكومية وحتى الخاصة أنها تنسق فيما بيناتها باش يكون تسهيل أكبر لعملي ممكن تكلمنا على كثير من النقاط لك الأهم هو رسالة الكلمة الأخيرة اللي توجهها لشبابنا الأصحاب المشاريع الناس طموحين اللي يتعبوا في الميدان ليل النهار ليك الكلمات فضل الرسالة اللي نقدر نوجهها كما قلت لك احنا على المستوى على شركة نشيئة تعنا عنا تلت أمور يعني أساسية لواحد لازم يركز عليها دائما بسكال كي تلونسي سألت دائما لح تدي فيه على الفكرة الأصلية يعني رح تتجه إلى تجاه آخر تتجاه تجاه آخر لازم دائما نعلى قد تكليكي في مقبلة لازم دائما تفكر علاش علاش رك تدير البروجي هذا ولازم تكمل فيه وهذا ما أتمنى مراد قريب المهندس في الشبكات والإنتصالات أنه دائما يكون شغف الشباب تكون مواهب الشباب في إطار جمعوي في إطار منظم هكذا تستمر الفكرة لأنه التحدي الأكبر هو استمار شكرا لزيل لك مراد على حضورك معنا وتحية كبيرة أيضا للمشاهدين لتابعونا أنتم أصدقائنا المبدعين إذا كان عندكم طبعا إنجازات مشاريع اختراعات يمكنكم تواصل معنا في برنامج جيل كريايتف أو جيل كريا على قناة جيل ديزاد الإلكتروني وأكيد سيكون لكم نصيب معنا في الستوديو ونصيب معنا طبعا في البرنامج لكي نعزز إبداعكم ولكي نواصل طبعا المسيرة معكم بإذن الله تحياتي وتحيات طبعا الفريق التقني العامل معنا في عدد جديد إن شاء الله